هل في مرة حسيتي ان الحديث ده بيخليك مرتاحة والموقف ده خرجت بيه بايه؟ يعني هي كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله دايما منعكس عندي ان انا بشوف لفظ الجلالة الله احفظ كلمة الله في كل موقف يعني احفظ تجل الله في كل حاجة فما بيحصل حاجة موترة جدا او حاجة صعبة او صعوبات سواء في المنزل او في الشغل نظرا لطبيعة العمل يعني فبشوف كلمة الله فبتبتدي المعدة تتوزن لو كان انه عامل زي بالزبط فلولا ارقى برهان اربي لو كان انك انت بتشوفي تجلي ربنا فبتهدقي مزبوط طب بيحصل ايه بعد ما بتشوفي الله انه هو معك يا حفيظ بيحصل اول شعور بيحصل لك كان ايه؟ بتطمن خلاص يعني اه انتهت يعني الشدة او المشكلة اللي احنا فيها انتهت خلاص بتطمن خلاص هي ربنا كتب حاجة بسبق كويسة او ابتلاق او اي حاجة خلاص هي مش يعني هي مكتوبة لي وانا راضيه ومتطمنه لانها بياد الله متطمنة ان المسألة مش هتسوق عن كده ولا متطمنة ان اكيد في فرجة والامر ده هيزول لا اكيد في فرجة واكيد لو زادت عن كده هيبقى في فرجة وانه ربنا هيديني الطاقة والقوة ان انا اتحمل هذي دي الله اكبر اشتركوا في القناة